حسمت شبيبة القبائل كلاسيكو الجولة الساديسة لصالحها أمام مولودية الجزائر بملعب بلغين عندما فازت بخماسية كاملة بغياب الجمهور بسبب العقوبة وسجل لشبيبة المهاجم أوتشي الهدف الأول وابن يوسف بتزديدة قوية على مشارف منطقة الثمانية عشر مترا وفيستون سجل الهدف الثالث بعد أخطاء دفاعية لمولودية الجزائر وفي الشوط الثاني وصلت شبيبة العسفة بهدفين آخرين سجلهما كل من المدافع الأيصر شتي وأوتشي الذي سجل الثاني له والخامس للكناري لتتصدر شبيبة القبائل بطولة المحترف الأول مؤقتا في انتظار تسوية الرزنام غدا بمباراة وفاق ستيف دفاع تاجنان وفي مباراة شبيبة الصورة أهل برج بوريليج ليلة سعاد الأهل البريجي بالزاد كاملا مسجلا أولى انتصارته بهدف عبد الله المؤذن